السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة اللي غدين تكلموا فيها عير على القانون دي الميزانية اللي قدمت جورجا ميلوني اليوم في الصباح في واحد المؤتمر صحفي كانت فيه ساعة ونص غتقل يسفين الحلقة كاملة على جورجا ميلوني نعم لأنه هي دوات ساعة ونص أنا نخص لكم يا إخوان في نص ساعة وإن شاء الله غدين تكلموا فيها الحلقة على القانون دي الميزانية اللي أولا فيه مساعدات في الفاكسورة دي الضو دي الغاز هزات ليزيون الناس أكثر غدي تستفد غنتكلموا على المساعدات في البنزين والغاز واللي غدي تنقص ونصيحة هو أنكم تديروا البلان في الساعات القادمة غنتكلموا على ثلاثة الأنواع دي الضاربة المسطحة اللي غايستفدوا منها عدة طبقات الشماعية غنتكلموا كديركي إخوان على القانون اللي غايزعم الشركة أنها تخدم الناس كل ما خدمت الناس كل ما تخلص دريبة أقل قانون زوين سوف نتكلموا على الزيادات اللي غدي تكون في الشيك دي الآطفال غتكون زيادات دي الزائد 50% فيما يخص أي طفل تزاد لمدة عام وابتداء من الطفل الثالث غتكون زيادات لمدة دي الثلاث سنين وغنتكلموا كذلك على باي باي دخل المواطنة اللي غدي تتمحى ابتداء من السنة القادمة يعني في اللخر ديالها يعني في الفين وعشرين ما غديش يبقى وهذه الشراهة رسمي وابتداء من السنة القادمة الناس اللي قادر تخدمها غتتتخذوش العام كامل وغيدروا الشروط الجديدة وغنقول لكم الحلول اللي داروا سنة الفين وثلاث وعشرين شكل ما غيبقي ستسافت السنة القادمة وشكل ما غدي تقطع عليه غنتكلموا كذلك على الإجازة ديال الأمومة وصراحة قانون ممتاز لمدة ديال شهر ثلاثين يوم الأمهات ممكن أنه مياخدوا عطلة إجازة على قبل الأطفال ديالهم والخلصة غدي تولي ديال ثمانين في المئة في عوة ثلاثين في المئة اللي كيناح حاليا غنتكلموا كذلك على الزيادة في التاقعود وكوتا تشانتو والشروط اللي دارت غنتكلموا على الضمانة البنكية الناس والأزواج اللي بغان يشريوا الدار الأولى غنتكلموا كذلك على المواد الغذائية اللي غتولي بالمجان للمحتاجين يعني غيديروا ربما يا إخوة اللي أنه الأشياء بقى موضاحة شو لكنها الشراه رسمي غيدروا واحد الكارطة اللي غايبوا اللي وعطوها البلديات اللي بيها غتولي وتشريوا المنتجات الأولية حليب سكار فارينا باستا وهذوك المسائل اللي كيحتاجوها الناس أكثر فابور بواحد الكارط في واحد المتاجير اللي غدي نقول لكم كل شيء غنتكلموا كذلك يا إخوان على السلام بضاريبي هذوك الموطات اللي غدي تتمحاو شرحات القانون اللي غيكون رسمي مختلف على ذلك الشيء شرحنا في الأيام الماضية غنتكلموا كذلك على واحد القانون اللي صراحة جور جميلون يا إخوان وأنا أشكروها كثيرا غتوجه به الضربة القادية لبعض المهاجرين ما كان عموش ولكن لبعض ديالهم المخلويدين هذوك اللي حل بارتتا إيفا سد البرتتا إيفا حل بارتتا إيفا سد البرتتا إيفا واللي كيضيع الدولة والعمال اللي كيكونوا خدامين معاهم يعني كيضيعوا في الكونتريبوتي وكيضيعوا إخوان في الحقوق ديالهم ولذلك غتوجه لهم رصاصة الرحمة أخيرا نهاية ديال هذو الموضوع اللي بغا يدير حل سد غاي كلفو يا إخوان الكاتير وغادي نساليهم من هذ القصة كاملة وهنا يتلتازم يا أنك تغير البلاد وتغير الحرفة ديالك لأنه هذيك السد البرتتا إيفا وحلها باش يعني تهرب من الضريبة وبالمسائل ديالك رعير النصب على الدولة وعلى المواطنين غنتكلموا على هذ الشي كامل كيفما العادة يا إخوان حتى العناوين كانوا طوال وغنشرح لكم كل شي إن شاء الله وأشكر كثيرا الناس اللي كتخلي لايك في القناة والناس اللي لم يشاركاش يشاركوا باش مقود تفصلوا بالجديد إن شاء الله فهذه الفقرة غنتكلموا على القانون ديال الميزانية وعلى المؤتمر الصحفي اللي دارت جورجا ميلوني اليوم في الصباح وغادي نشرح لكم جميع القوانين اللي فيه وراها كثيرة وربما هذ الفقرة غادي تدون طويلا ولكن إن شاء الله غنشرح لكم كل شي بالديطاي لأنه صراحة جورجا ميلوني تكلمت على بزف ديال القوانين اللي كتخص العمال وكتخص العائلات وإن شاء الله خبر ديال الخير يعني قوانين اللي صراحة أنا أعجبوني خصوصا أنه من اللي كتشوف إيطاليا والعالم في واحد المشكلة وبلا أنه القانون ديال الميزانية في واحد القيمة مالية كبيرة بزف غا تشيل الطاقة والبوليطات يعني الحكومة يديها مربوطة نوعا ما ما تقدرش تصرف الفلوس بزف ولذلك أمام هذ المشكل الكبير قدرات أنها تخرج واحد القانون ديال الميزانية اللي هو يا محترم صراحة باش نكونوا واقعين وغتسمعوا القوانين وإن شاء الله غيعجبوكم ولكن الحاجة اللي هي مهمة هو أنه المعارضة الخدمة دياله هي المعارضة ولذلك الحزب الديمقراطي قلق غادين نخرجوا للساحة ونضاهروا غيرو جوج مظاهرات وغيدروا واحد القانون ميزانية باديل غيقدموا في البرلمان نفس الشيء غير كاليندا وكذلك الحركة خمسة نجوم لأنه دخل المواطنة نقدروا نقولوا لي باي باي غاي حييت كونتي والبرلمانيين ديال حركة خمسة نجوم كيعلنوا على حرب وكيقولوا بلا أنهم غيردروا جميع الأشياء الممكنة باش هاد القانون يبقى ديال دخل المواطنة ولكن راه جورجا ميلوني عند الأرقام في البرلمان دير مبغات المهم ليكني إخوان مشون شوفوا أشنو قالت جورجا ميلوني فهاد المؤتمر الصحفي أولا فتات حاته وقالت بلا أنه فهاد القانون اللي درنا ديال الميزانية ما كانتش فيه بزاف ديال الحسابات يعني ما شيدرنا واحد المحاسب كنشوفو زائد ناقص بطبيعة حال خدوا بعين الاعتبار حتى الفلوس لغاي خسروا ولكن قاتل قدرنا قرارات سياسية اللي غادتشي في جوج ديال اتجاهات أول النمو ديال الاقتصاد وتالي الإعانة ديال العائلات والفقراء وكذلك العمال والقانون ديال الميزانية الحالي القيمة المالية دياله خمسة وثلاثين مليار ديال الاورو يعني ما شيدرنا تنين وثلاثين مليار كيفما كانوا يقولون الصحف بل خمسة وثلاثين واحد وعشرين مليار غادي بشيل الطاقة والبليطات وطبيعة حال فهد النقطة غادي شرح لكم جوج ديال الأشياء أولا فواحد وعشرين مليار تسعة ديال المليار ديال الاورو غادي بشيل الشركات وحتى البيران وحتى الريستورات يكفي أنه تكون عندهم لمقانا ابتداء من ربعة كيلوات ممكن أنهم يستفدوا من واحد تعويض ضريبي ديال خمسة وثلاثين في المائة مع الحكومة ديال دراقي كان ديال ثلاثين دابولة ديال خمسة وثلاثين والشرط الواحد هو أنه تكون زادت عليهم البليطة مقارنة بألفين وتسعاش بقيمة ثلاثين في المائة إلا كانت عندهم واحد زيادة ديال ثلاثين في المائة في البليطة راه ممكن أنهم يتوصلوا بتعويضات وإن شاء الله الحكومة الحالية غايتعوضهم شوية أما العائلات كان خبر جد ممتاز سابقاً الناس اللي كانت تستفد من التخفيض اللي كان في البليطات ديال الضوء وديال الغاز وكذلك ديال المياه كان خاص ليزي ديالهم مايفوتش 12 ألف أورو حالياً هاد القيمة كترتافع ديال ليزي وكنتقول لي جميع الناس اللي عندهم 15 ألف أول تحت غاديم كل يوم أنهم يستفدوا من التخفيضات لدرى الحكومة الإيطالية في البليطات ديال الضوء وديال الغاز وديال المياه على حسب المنطقة كان مناطق اللي كانت تطلب البونس من البلديات وكان مناطق اللي من الشركات ولكن إجمالاً تختلف إخوان القوانين على حسب كل منطقة أما فيما يخص البنزينة والغازوال غايبقى يا إخوان سكونتو ولكن نصيحة اللي بالإمكان دياله أنه يدير البلان في هاد الأيام ليوم ولا غدة من الأحسن أنه يدير البلان في هاد الأيام لأنه جورجا ميلوني علنات على أنه ابتداء من 1 في شهر 12 ماشي الثالث السنة القادمة سكونتو اللي غايبقى في البنزين والغازوال غايبقى يكون قل من هادك اللي كان سابقاً وبطبيعة الحال إلى دراجي كان ينقص ليناء 31 سنتيم تقريباً جورجا ميلوني غايبقى ليناء 18 سنتيم ونص ولذلك هاد القانون اللي ديجت تعلن عليه غايبقى أنه الأزمنات تطلع في البومبات ولذلك اللي بإمكانه أنه يدير البلان غايبقى شوية على الأقل أجيونا نشوفو أشياء أخرى وفيما يخص الضريبة القوانين اللي دارت فهي كالآتي أولاً فيما يخص الضريبة المسطحة كان ثلاثة الضرائب يا إخوة المسطحة أولاً لولاك تخصي إخوة البرتتا إيفا وكتقول الجميع ببرتتا إيفا اللي كانوا حالياً في الطاليان سنرى لكم ثلاثة سنوات الماضية اللي دازت وإلا قدرته تفاكتوري وكتر وقدرته تربحه أكتر هذوك الأرباح اللي زيدة مقارنة بالثلاث سنين اللي دازت ما غاديش خلصوا على هذه النسب المئوية المرتفعة للغاية اللي تقدر تصال حسل 43% بل غاديش خلصوا عليها عير 15% ديال الضريبة والواحد الحد أقصى ديال 40 ألف أورو ولذلك ماشي جميع البرتتا إيفا غاديستفدو عير اللي يقدر أنه يربح كتر من السنوات ثلاثة اللي دازو في واحد الحد ديال 40 ألف أورو هادو كيف ما قالت هي واحد القانون موجه إلى الطبقة المتوسطة ماشي للأغنية وفيما يخصي إخوان البرتتا إيفا العادية الفرفيطارية كانت في 65 ألف أورو حاليا ابتداءا من السنة القادمة غا تولي في 85 ألف أورو وهذا رأى قانون جد ممتاز وغادي نتكلموا عليه إن شاء الله في فقارات قادمة لأنه كان فيه بزاف ديال الضيطاء من قدرش نطرق له كل شي دبا حاليا في حين أنه الضريبة الثالثة المسطحة تخص العمال يعني اللي يخدم في شي شاركة اللي كتعطيه البريم البريمات إلى حد أقصى 3000 أورو ستولي طاصة عليهم عير 5% قليلة بزاف الطاصة ولذلك تزعم الشركات أنها تعطي بريمات للناس اللي يخدمون عندها وصارحة ترى ماشي جميع الناس اللي تخدمون في الشركات اللي تتعطي بريمات في حين أنه فيما يتعلق بالعمال يعني جميع الناس وإن شاء الله رغض يرجع لها الشي فقارات أخرى حنا رضا بي إخوان كنشرع عير أشنو قالت وهذا الشي رأي كثير بزاف أولا الناس اللي كيربحوا حتى 35 ألف أورو لوردة يعني في نايتا تكشير كدخلوا الجيبهم تقريبا غتكون واحد 28 ألف 29 ألف أورو في السنة هادو غتتحايد لي محتجوش في المئة ديال الضريبة واللي كيربح إلى غاية 20 ألف لوردة يعني تقريبا واحد 16 ألف 17 ألف إخوان نايتا وتاني على حساب هادو غتكون عندمي إخوان واحد تخفيض ديال الضريبة ديال الثلاثة في المئة يعني غتكون عندكم واحد السيادة اللي تقدر تكون ما بين 30 حتى 40 أورو يا إخوان في البوستفاقة ديال كل الشهر إن شاء الله غنترقوا لهذا الشي بكل تفاصيل في الحلقات القادمة وقانون آخر اللي سراح تنزوين وهذا الشي اللي قالت في الخيطاب اللول في البرلمان يعني كل ما خدمت الناس أكثر كون ما تخلص الدريبة أقل تبقاتوا يا إخوان في واحد القانون ولذلك أي شخص غيدخل شخص اللي عنده قل من 30 سنة أو غيدخل واحد المرأة أو غيدخل واحد الشخص اللي كيستفد من دخل المواطنة فهذا الحالة إلا دخلهم يخدموا ما غادش يخلص عليهم الكونتريبوتي غيدتعفى منهم بطبيعة الحال كنت تكلموا على الدريبة ولكن حاجة اللي كتسطر عليها جورجا ميلوني هو أنه كتتكلم على الناس اللي غيدخلوا الواحد الشركة أكثر من الناس اللي خدامن حاليا مثال باش فهموا سريعاً إلا واحد الشركة عندها 15 خدام إلا زادت واحد آخر 16 ممكن أنها تسافد ولكن باش تجري على واحد و تدخل واحد باش تسافد من هذا الخصم الضريبي لا وهات الشارع القوال بكديرهم الشركات ولذلك جورجا ميلوني حبستهم في الأول يعني ماشي غاليتخرج واحد باش تدخل واحد و تسافد من هذا الخصوم الضريبية بطبيعة الحال الحاجة أخرى اللي هي مهمة قلت لهم تقدروا تسافدو و خما تزيدوش من العمال ولكن إلا واحد عنده كونترا اللي هي ماشي ديال ديمة ورجعتي هالي ديال ديمة غتتسافد من هات سكونتو ولذلك كيف ما قالت كل ما دخلتي الناس أكثر بيو السومي كل ما ما غديش تخلص ضريبة أكثر في حين أنه خبر آخر يتعلقي بالناس اللي يخدموا في المنازل يعني وكذلك الناس اللي يخدموا في القطاع ديال الفلاحة فهد الحالة غدي تدير واحد القانون اللي كيسمح باش أنه ناس تخلص بالبونات للحد الأقصى ديالهم ما خصوش يفوت عشر الاف أورو ولكن هاد البونات كانوا سابقا وصارحة كان فيهم بزاف ديال المشاكيل وحيداتهم من الحكومة السابقة يعني هما واحد البونات كيشتريهم صاحب الشركة أو رب العمل من لينبس أو من الدولة تيخلص فيهم الضاربة وكل شيء كتعطيهم لتالوحد السيد اللي فاش غدي يخدم لك عير مرات قليلة كيجا عندك يشقاجوا السوي على ثلاثة تخلصوا بها في عوض ما أنه تخدموا للديرلي كونترا وعدة مسائل هذا هو الشرح ديال هذا القانون وصارح تترفين بزاف ديال المشاكيل وهي رسطرات على النقطة أنه سنكتفوا المراقبة في هذا القانون وتكلمت مع الوزير قاتلك في هذا النقطة قانون آخر لإجلات ومغيدخل حيث تنفيذ ابتداء من واحد في شهر واحد ولكن حتى الالفين وربعة وعشرين هي الضريبة اللي ولت زيدة على السكر وكذلك على الباستيك السكر لأنه موضر وداروا فيه واحد الضريبة ولأنه بدأت تكسر السمنة في إيطاليا وهذا الشيء بطبيعة حيث تصل بزاف على الشركات اللي كتصيب مثلا المولادة ولكن إجمالا هذه الضريبة لا تدخل حاليا لأنه كان واحد لمحنة في إيطاليا يعني اقتصادية لذلك ستأجلى باش تنفس الشركات اللي كتتعامل بالبلاستيك وبالمواد اللي هي فيها السكر والموضوع الآتي اللي غدي تكلم عليه هو يا إخوان فيما يتعلق بالأسرة وقالت بلا أنه هذا القانون اللي غنديرو حاليا راد دالينا تقريبا مليار ومص دي الأورو وما كنظن شي حكومة اللي سبقة تنقبل درت شي قوانين في القانون دي الميزانية كبر من هذا اللي درت أنايق أول قانون هي تعلق بالشيك دي الأطفال وصار حسنا بعيدا على ذلك الشيكة وخرجوا به أولا في الاشي مع دي الأغلبية سابقا وكذلك ذلك الشيكة كيروش في الصحف القانون الجديد اللي غيبدا ابتداءا من السنة القادمة غيولي كل طفل كيتزاد في إيطاليا غيس سافد من واحد زيادة دي الخمسين في المئة على الشيك دي الأطفال يعني عير ميتال إلى مثلا هذاك الطفل خاصي ياخد ميتين غيولي ياخد تلتمية إليك ياخد ميت وتمانين غيدي تزادوا خمسين في المئة اللي هي النص غيجب تسعين ولذلك غيولي ياخد ميتين ونسبعين وبطب يتحلي إخوان قانون قولوا بلا أنه بهذا القانون بحلع رجعت يا إخوان هذاك البونوس دي البيبي اللي كانت تعطى الأمهات اللي 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 كيولدو كانت تعطاهم ثمانين ولا مئة وصين على حسب ليزيديانهم ولذلك جميع العائلات أي طفل غيدي تزاد المدة دي السنة غيولي ياخد خمسين في المئة زيادة وعلى حسب ليزيدي العائلة ما نقدرش نقول لكم القيمة شحال لأنه اللي كي ياخد مثلا عندهم يزيطالع والطفل خاص ياخد في الحقيقة دي الأمر مئة أورو غي تزادوا خمسين غيولي ياخد في عوض مئة مئة وخمسين وهذا شي المتدلي العامل لولي إخوان دي الحياة ديالو بطبيعة الحال زيادة ثانية لست سعيد العائلات لغي تولدت لثي الأطفال ابتداء من ثالث وهذه ره ما واضحه إخوان وكلما تصولوا راه إلي وضاحت سوف يشرح لكم أولا ابتداء من الثالث العائلة تأخد خمسين في المئة زيادة لمدة دي سنين وش خمسين في المئة زيادة على الشيكات ويعني القيمة مثلا إذا تزاد عندك التفل الثالث خطتك تأخد سوف تأخذ خمسة في المئة على هذه السمية أو خمسة في المئة على التفل الثالث ولكن إجمالياً سوف تأخذوا واحد خمسة في المئة زيادة لمدة ثلاث سنين ولذلك هذا هو القانون اللي دارت وحتى جميع المنتجات اللي كتخصي إخوة الأطفال يعني خروق والجميع الأشياء اللي كتخص الأطفال سوف تنزل فيها ليفا سوف تأخذ ليفا عير خمسة في المئة كذلك يا إخوان فيما يخص الأشياء الصحية ديالة النساء يعني الفوتا الصحية سوف تأخذ لي إخوان نسبة ذي اللي فيها عير خمسة في المئة في عوض العشرين اللي كينا حالياً ولذلك سوف ينقص الثامن ديالون في الأسواق قانون آخر اللي كيتعلق يا إخوان بالمنزل نحن عارف من الله أنه دراقي كان داري إخوان واحد البونوس باشتري البريما كازا المنزل الأول وكانت الدولة كتكون ضمانة لهذا الشاب اللي عنده قل من 35 أو 35 سنة باشتري المنزل الأول جورجا ميلوني سوف يتمدد هذا القانون ما كين فيه تشي تغيير ولكن كين يعير التمديد وهذا في حد ترى خبر مزيان ولذلك البونكا كي سهل على أن تعطي الكريديل واحد الشباب اللي يالله تزوجه مثلاً والعمر ديالهم بقي ما فات 36 سنة قانون آخر اللي هو مهم واللي سطرت عليه بزاف وتكلموا عليه الصحف كثيراً هو فيما يتعلق بهذا العطلات الأبوية يعني هي تكلمت على الأم بالتحديد مني كتكوني إخوان خدامة وكتقلس بشي تصبح مريض ولا خصص الديل فيزيته ولا شيء من هذا النوع كتقلس من الخدمة والمدة الست سنين الأولى تتخلص 30% يعني هذا القانون إلي الأب والأم خدامين وغادين مع الوقت يالله حد في القد أراكي ويوفكروا في هذا النهار اللي غي يقلسوا غادين تخلصوا 30% ولكن مع جورجا ميلوني قتليم غادي نزيدكم الشهر الشهر اللي غادي تقدروا تستفدوا منه حتى هذا الطفل كمل ست سنين وهذا الشهر اللي غادي تعطيهم جورجا ميلوني زيادة يعني راكي نتكلم عليها 30 يوم غادي ستستفدوا من الخلصة إلى 80% في عوة 30% مثلا إلي الواحد في ذلك جورناتك يأخذ مية أورو حاليا إلي غليستي كتتاخد عير 30 هاد مياه يا إخوان رعي باش نديروا ميتها لشي واحد يقولك شكوني كي وصل المياه أما دبع حاليا هادك مياه اللي كتكتاخد إلي غليستي كتولي تاخد عليها 80 وكنت تكلموا علي الأمهات هذا الشيء اللي ذكراتي إخوان جورجا ميلوني وسنرى إخوان في الأيام القادمة لأنه شيء سنكررها هذا الشيء قالتوا إخوان جورجا ميلوني وخصوا يمشي البرلمان ويدوزي إخوان من البرلمان وراء كينتالروا واحد المعصار ديال الشهر تقريبا حاجة أخرى اللي كان في الشيء ديال أطفال واللي بطبيط حالي إخوان أكدتها كان القانون ديال هادك الزيادات على الناس اللي عندهم أطفال معاقين أو عندهم انفاليديطة يعني كان واحد الزيادة اللي كحددها القانون في خمسين أورو ارتبط الحال مع جورجا ميلوني قتليم هذا القانون راه هو خاكين وخاكي تم تطبيق دياله ولكن ما غتيقوش بيه وغتصدقونيش إلي قتليكم راه كان عير واحد القانون مؤقت مع الحكومة ديالنا ما غيبقاش مؤقت وغييو اللي يطبق دائما امتداء من السنة القادمة وفيما يخص إخوان بالتقاعد قالت بالله أنه أولا غيتم تمديد القانون ديال لابي سوشالي امتداء الكاميونيستا الناس الذين يعملون في البنية الأستاذات الذين يزيلوا بزاف ديال المهني يا إخوان اللي هي كثيرة قد تدخل في هذا الابي سوشالي وممكن أنه الشخص يستفد إلي كان عنده الساوء 30 عام الكنتريبوتي ماشي 41 أو 42 كيفما يطلب القانون يعني كان واحد تسهيل وتزادس كذلك الابتسيوني دوننا وهي واحد القانون اللي يتيح للنساء أنهم يمشوا التقاعد ويحيدونهم تقريباً يا إخوان عام على كل طفل ولده يمكن أن يكون عندهم 40 سنة الكنتريبوتي وطبيعة حلقات لهم إلى واحد خلف هذا القانون ودخل على 22 سنة حيث القانون فورنايرو كل ما تدخلناه كانت تدخل التقاعد حتى ال67 يعني من 22 سنة حتى ال67 يعني في خمس سنين لا يمكنك أن تأخذ واحد تقاعد لتقريباً يكون فيت 2500 أورو يعني أقصى حاجة ممكن تأخذ هي 2500 ومن بعد 67 سنة ستأخذ ما الذي يريد أن تأخذه هو خيكون حتى عشر ألف أورو في الشهر يعني الناس اللي بغادت تدخل في هذا القانون خاصة تعرف هذا الحاجة يعني كنت تكلمي إخوان على إيطاليا لأنه كنظن أنه مكينش مغاربة ربما يكون وجوجه لتلسف الطاليين كامل اللي عندهم محضور بعين عام ديال كونتريبوتي قانون آخر اللي تكلمت عليه إخوان هو الزيادات إلى عقلتك كنت تكلمنا على الزيادات اللي غدي تكون بفعل غلاء ديال الأسعار قلت بلا أنه الناس اللي عندهم المينيما يعني هذوك الناس اللي ياخدوا 500 أورو في عوض 7.3% غد تزادهم أكثر والناس اللي كيربحوا من 2000 حتى ال5000 غدي تبقى تنقص لي 100 إخوان ديالك الزيادة ما غي ياخدوا 7.3 كيفما قلنا سابقا ولذلك كين اللي غي ياخد كتار من 7.3 وكين اللي غي ياخد قل والناس اللي كتاخد كتار من 5000 أورو ما غد تاخد والو كزيادة وهذا رأى في حدث وقالوا مزيان يعني فيه إخوان العدال الإجماعي لأنه واحد اللي ياخد 5000 مع أنه ما يدر بديك الزيادة وخمن حقه ما عنده ما يدر بها يعني رأى أصلا تضخم يعني ضاربة على الفقاراء اللي غاني إلا تزادت عليه سبيزة لكي بشي تقدى فيها 100 أورو ما غي يحش بها في حين أنه هي إخوان تكلمت على واحد المساعدة مهمة اللي غدي تتعطى الناس اللي ما في حالهم طبيعة الحال كنا تكلمنا سابقا على أنه تنزل ليفا يعني ضاربة على الخبز على الحليب وعلى الباستا قلت لك إحنايا من خلال النقاش اللي كان وهذا شيء إخوان راه مهم لماذا تدخل نقابات ويتكلمون الناس والصحفة قلت لك إحنا بلنا بأن هذا القانون لا سيكون فيه العدل لأنه أنت مني كتحيد ليفا على واحد الحاجة ما كتعرفش كون هذا السيد اللي غي بشي شريها طبيعة الحال مني غتحيد على الخبز كل شيء غي بشي شري الخبز هذك اللي كيدخل ألف أورو هذك اللي ما كيدخلوه وهذك اللي عنده الملايار ولذلك المساعدة اللي غتدر الدولة غتبشل كل شيء وهذا الشي ماشي معقول قلت لك إحنا غندروا واحد الحاجة مهمة أخرى غندروا واحد الصندوق اللي فيه 500 مليون ديال الأورو يعني 500 مليار وغادي نعطيه من البلديات يعني غتكون كذلك إخوان بحال ذك الشري كان وقع سابقا ولكن غتكونش فيه الفوضى يعني غيكون ذك الشيء بعقله وغاديت تعطى الإمكاني للبلديات أنه يعطيهم المساعدة للناس اللي محتاجة هذه أول حاجة ثاني حاجة هي أنه ستطلب من الشركات المنتجة والشركات الموزعة يعني كنت تكلموا يا إخوان على السوبرمارشيات سنرى ما كانوا مثل السوبرمارشيات قلت لهم كنت نوجه نذاء لهم إبانوا يأتيوا عندنا ويقولوا نحن باغن أن ننذروا السكنته في واحد المواد هذه المواد الحكومة يا إخوان ستحددهم ستكون المواد الأول هي البسكوطة الحليب السكر الخبز الباستة هذه الأشياء والحكومة ستقول لهم من ستجدوا عندنا هذه الشركات سنخرجوا ونقولوا الطالية كلهم هالفلوس الذي كانت هكيف ستتأخذوهم وهالشركات التي ستقدروا تصرفوا عندهم هالفلوس ونعطيهم مثلا إلى فهد عمليا خارطة لورو سبين أو لسلونجا أو كوب أو كوناد أو ليدل سيقول لك هافين تصرفهم ونظن أنه الأغلبية السوبرمارشيات ستنخارطة بطبيط الحال حاجة أخيرة هو أنه والتفاصيل ستكتفى البرلمان ولذلك ما لديك الحق سنرى ستكون قانون شابه بالسوشال كارد ستعطي العائلات 41 أورو شهريا يعني كل شهرين ستعطيك 80 أورو والتي تستطيع تصرفها في البليطات أو في الأشياء في التقضية وتتكلم عليها شهر من مرة في الحلقة التي تريد عرفها أو البطاقة الاجتماعية في حين أنه تكلمت على دخل المواطنة وقالت نحن نعرف في شهر بفجينا هذا بالتحديد 20 في شهر 10 20 في شهر 11 يعني تقريبا قانون الميزانية وقت سريع للغاية قد كما كانش عندنا الوقت اللي في شهر سيحيضوا دخل المواطنة ونديروا في بلاستو قانون آخر ولذلك كنقول لكم بلا أنه هذه الهضرة ديالها كنقول لكم بلا أنه القانون ديال دخل المواطنة سيتم المحو دياله في الأخر ديال السنة في الأخر ديال السنة القادمة ليس هذا في سنة 2023 يعني سيحيضوا ابتداءً من سنة 2024 ولكن في بلاستو سيأتي واحد القانون آخر اللي سيعطيه الإمكانية والناس اللي فقيرة والناس اللي محتاجة أنها تستفد من إعانة ديال الدولة ولكن إجمالاً هذا القانون السنة القادمة يعني سنة 2023 سيقوم بضموه الجميع الناس اللي هي ما عنداش الإمكانية ذيل أنها تخدم يعني الناس اللي هي ناس اللي كبيرة في السن ناس اللي هي نوكل وفاميلياري عنده أطفال قاصرين يعني السيد ما خدمشو عنده وليداته ما غاي حيدوش عليه والنساء الحوامل هذو كلهم العام الجاي 2023 سيبقى ويأخذوا دخل المواطنة الأخرين اللي بالإمكان ديالهم أنهم يخدموا سيبقى تعطاها دخل المواطنة لمدة ديال 8 شهر فهذ 8 شهر سيجعل كذلك الكورسوات وهنا غنجيو النقطة مهمة أنا عجبتني في هذ النقطة لماذا؟ لأنه أنا دائماً كنت معاه أنه دخل المواطنة يبقى حق للناس اللي وخب الإمكان ديالها أنها تخدم ملاقيش خدمة يعني كتلقاه سيد ساكن في وحد بلاصة اللي راه باغي يخدموا لك الملاقيش خاص يبقى عنده الحق ديال أنه تكون عنده مساعدات مع الدولة يعني ما يتشرطش هو ولداته في نفس الحالة أنا ضد هذوك الناس اللي خدامن في النوار وكي يأخذوا دخل المواطنة ولذلك بهذا الطريقة اللي خدامن في النوار ما غي يمكنش ليهدير الكورسوات يتشد الكورسوات وتاخد دخل المواطنة يتسمح فيه وحاجة أخيرة وشرط آخر اللي زادت قالت بالله أنه غربته دخل المواطنة بالإلزامية للحضور فوق التراب الوطني الإيطالي ولذلك قال لي مراكين بزاف ديت الناس اللي كتتخل دخل المواطنة وعيش في بلدان أخرى وهذا الشي ما بقاش مسموح به بطبيعة الحال هذا قانوني إخوان ممتاز تصليح اللي كنت نطالبو به بطريقة ممتازة في انتدار السنة القادمة سيكون عندهم 12 شهر باش يغيروا دخل المواطنة غايب دلولي السيستام وغايب دلولي السمي وغايب تبدل الكامل وحتى الناس اللي بالإمكان ديالا أنها تستفد غادي تهيي إخواني وعنده شروط وغادي نشوفهم العام الجاي ولكن هاد الشريق غايبقى عيرت من الشهر للناس اللي قادر تخدم وهاد الشيكي يجي تأكيداً على ما قلته سابقاً أنا بغايت نشوفك تحيده غايب زافة هاد المحنة اللي كاينة حالياً أنك تحيد واحد المساعدة من هاد القابيل غتور عليك المدينة ديالنابولي والجهة ديالكامبانيا كاملة ولكن الحمد لله هكا القوي يا إخوان واحد الحل الوسط غنخليه عام بينهما الناس قلبت على راسه وبينهما تحركت وتعرف بلا أنه الأجواء تغيرت وفي نفس الوقت ما نخليهما على الضص موضوع آخر يا إخوان هو السلام الضاريب لأنه الطرقات لي أو الاستراحة الضاريبية كيف ما كتقول هي لا تريغوا فسكالي قالت هادك الشركة اللي كنت تكلموا عليه سابقاً أكداته في النصف يعني الفقرة ديال أنه الناس اللي عندهم غرامات أو ملفات بالأحرى هذو الأصح ملفات ضريبية للقيمة ديالها واصلة الألف أورو يعني آلف والتحت غيت من المحوو ديالها وابتداءً من 2015 يعني التحت 2015 لي عندو شي حاجة في 2016 2017 2018 وزيد قدام ما دخلش في القانون لي عندو شي حاجة في 2012 2013 دخل في القانون إلى غاية 2015 وقالت هي بلا أنه غد ينمحيوا هذو كالضرائب ديال ألف أورو لأنه كيكلفوا الدولة أكثر أنها تاخدك الفلوس من عندك المواطن على أنها تمحيهم في حين أنه الباقي هي ما كينت تشي حاجة إخوان من هذيك ألفين تلتالاف خمسين في المئة قلت لي من لا فوق ألف أورو ما غنسمحوا لتشي واحد يعني أشنو غادي نديروا معاهم نعطيكم مثال واحد تتسالوا الدولة تلتالاف أورو ملف ضاربة في تلتالاف أورو لهذا النقطة اخوان شرحتها ميرانا وتكررانا حيث يجب أن نفرقه لا يوجد الناس الذين تتسالوا الدولة واحد طوطال وهو يستسال أورو وهذه السلف أورو تقدر تكون تقسمة إلى عدة ملفات يقدروا يكون حتى تلتاشر ملف كل ملف في 500 وفي هذه الحالة ستتمحالك السلف كاملة وممكن أنه الواحد تتسالوا عشر ألاف أورو لفي ثلاثة ملفات كل واحد فيهم تلتالاف وثلثمية ولذلك في هذه الحالة لا تتمحالك شيئا ولكن إذا مثلا عندك ملف فيه تلتالاف أورو وثلثمية ولكن في الأصل كان عير ألفين يعني تزادت عليك ألف وثلثمية أورو في هذه السنوات الماضية ستمحالك ألف أورو وثلثمية وستخلص ألفين أورو مع واحد الغارة مدية ثلاثة في المائة اللي جابت ثلاثين أورو في كل آلف يعني غتخلص ألفين وتسعين أورو في عيوة تلتالاف وثلثمية هذا هو الشرح ديالها وكل حالة يا إخوان بوحدة اللي عنده شكريدي قديم بزاف أنا نصيحة يا إخوان القانون السنة القادمة اللي عنده شكريدي هذه هي الفرصة رهما عرفناش وش غتكون شي فرصة من هنا القدام ولله لأنه ضيجة هكرة صاف يسمحوا الأغلبية ديت الناس ونتمنى أنه يا إخوان اللي عنده شكريدي عشرة خمستاش دينوا معهم الراطات ستكون الإمكاني ديال الراطات لمدة سنوات طويلة ولذلك اللي عنده شكريدي هذه هي الفرصة بشيحيدو ومتعكزوش أنا شخصيا عندي وغاتجيش فقرة إن شاء الله ونشرح لكم كيفش الدخل تشوفوه والملفات الضربية فيك تكون والقيام ديالها وكل شو غنوريكم يا إخوان على حساب أنا رات تقريبا كي تسانوني سلاف ونص وبهذا القانون أكداته هو أنه فيما يتعلق بالكونتنت يعني الفلوس كاش سترفعها إلى 5000 أورو لأن هذا القانون كان تحط في القانون ديال المساعدات الثالث ولكن من وصل البرلمان لا يستطيع أن يدخل ذاك القانون وحيدوه ودخله في قانون الميزانية ولذلك ابتداءاً من واحد شر واحد ستقول لي حد الكاش هوية 5000 أورو تقدر يعني تشري سيارة 40000 أورو وتخلص كاش والقانون الممتاز صراحةً سيشكل يا إخوان واحد ضربة قادية بزاف ديال المهاجرين وهي راه دارته ضد في المهاجرين وهذه راه نعاقل عليها يا إخوان شربع سنين ولا خمسة وكانت في الكلمة ديالها صراحةً منها بالنقطة يا إخوان راه الإيطاليين جزاوها اللي أنوتي يقول لك يا كورانتي يعني كتبقى في كلمة ديالها وما كتبتدلش ونشوفوه وشغل يتغيره ولله ولكن حالياً درت واحد القانون جد ممتاز وهذه هي الحقيقة للأمور كيف تفتح بارتي تائف اليوم وكي تراكم عليه الديون وقبل ما تجي لتجين سيدي اللي انترا تدار ضريبة تدير عليه إخوان الكنترول كي يسدها ويفتح وحدة أخرى والكوبراتيفات أشنو ديرين يا إخوان بهذا الشيء ما كتخلص لكونتريبوتي لضريبة وكل عام كي سدوا وحدة ويفتحوا وحدة والضحي يشكون هو هو المواطن المغربي اللي كي يخدم مع هاد الناس وكذلك المواطنين الإيطاليين والشركات الإيطالية اللي ما كتقدرش تدير هاد العملية لأنه عندها اسمية وخاصة تحتفظ على الكليين ديالها وما تقدرش مقدر هاد الألعاب ديال سد فتح سد فتح ولذلك باش تكوني إخوان المساواة ما بين الشركات وتكون بناتهم كذلك نزاهة في المنافسة يعني نافسني ولكن بنفس الواجبات وبنفس الحقوق أشنو غادي تدير جوجا ميلوني إلى هاد العام فتحتي شركة واستديتيها ودوتي في萌 إن قبل لا تتخلص المساواة التي علىك مني سأستط Cyrus تمكن أن تفتح الشركة الذين من بعد السنة اللي من بعد أو عام شهر من بعد ايart أسفل من بعد سأستطيع فتح الشركة أرى لي تصبق صدق لي الضريبه يمكن مؤكد يتخلصها وسأتدركوا مؤكد لك الحسابات وسأكمدت تحدى التقريبة سيأتي من الضريب عن السوى على حساب ربما حي graduate شركة السريكا انا كدولة ضمنت الحقوق ديالي وهذاك السيد اللي خدم بالجنب ديالك ايطالي كي يخلص الضرائب دياله غادي تكون على الاقل مبينو كوبينو واحد المنافسة الشريفة ماشي انتايا كتتحط اتمنى اللي ايطالي يعني ما يقدرش يحط لي انه عنده واجبات وغرامات انتايا تدير ما بغايت في الصقف الاخر كتتسد و تعود تفتح وهكي يعني ذوك الكوبراتيبات مثلا انا كنت خدمة مع وحدة ديال مغربي راي اخوان كي سدو يفتح يفتحوا الناس ممكن تتخلص لف كونتريبوتية ممكن تخلص لف ضرائب ناهيك على هذا هذا القانون الراف في الخارجات الاعلامية ديالها في السنوات الماضية كانت كتتكلم عن النقاط سيوات ديال الشين والتي تديروها والمهاجرين هذا الشيليش كانت كتتكلم بي اخوان وراه دارتها عنو في المهاجرين هذا القانون بالتحديد ولذلك سدتي اخوان المؤتمر الصحفي دياله وقالت بلا انه هذا الشركين وذكرات الفلوس اللي تضطي اخوان وربعمائة مليون ديال الاورو اللي تضطي على الفيضان ديال الماركي فلوس خرى اللي تضطي للصحة اللي بشهوا البلديات واجمالا قالت بلا انه كيف ما شفت معي قانون الميزانية اللي ما فيه لابونوصة الوالو وقانون البالية معتدل وصراحة كان بالامكان انها تدير احسن ولكن امام قانون ديال الميزانية للقيمة دياله خمسة وثلاثين مليار واحد وعشرين مليار كتبشيرك عرف البلليتات يعني هاد واحد وعشرين مليار كلما كانوشي اخوان البلليتات كانت ربما تستغلهم في اشياء اخرى نقدر نقوله بالله انه قانون جد محترم وبلا كريتيك وخهية يمينية وخه العقلية دياله ولكل شخصنا نكونوا واقعيين